موسيقى تستعيد الكثير من المدن اللبنانية طابع الهندسة المعمارية القديمة التراثية بجمالها ومميزاتها اذ بدأت في السنوات القليلة الماضية حملات ترميم واسعة النطاق للبيوت التراثية التي انقذ بعضها من الاندثار بينما ضاعت معالم الكثير منها بسبب الدمار اهلا بكم الى مساحات في حلقة اليوم نصلت الضوء على النهضة العمرانية التي انعشت المنازل القديمة والشوارع والاحياء التراثية في لبنان ونسأل ما هو سبب الاقبال الكثيف على شراء العقارات القديمة وكيف نعكس ذلك على اسعار العقارات الاخرى في المدن اللبنانية وفي مقابل المشاريع الخاصة بالترميم والنشطة في مدن كالبترون وجبيل وجوني تتناقص اعداد العقارات القديمة والتقليدية في مدينة بيروت في مقابل طفرة كبيرة لبناء ناطحات السحاب والابنية الشاهقة فمالك هذه العقارات يعانون من صعوبات في ترميم المباني القديمة بسبب الاوضاع الاقتصادية وعدم وجودها من شربح كبير فيها ما يعرض الابنية المعمرية لخطر الزوال المزيد في التقرير التالي في هذا الفندق القديم القريب من ساحة الشهداء في قلب بيروت الذي ناهز عمره مائة عام يدير سلام مع والده شؤون هذا المبنى الذي تحول الى مصدر رزق اساسيا للعائلة في الردهة الاساسية للفندق نقاش لا ينتهي عن كيفية استثمار هذا المكان والاستمرار في ترميمه في ظل صعوبات مادية وأوضاع اقتصادية متردية الفندق الذي يرتاده نزلاء من بلدان اوروبية واجنبية يشتهر بقناطره وطابعه البيروتي التقليدي الا ان خوفا كبيرا يسكن العائلة من امكانية خسارته نتيجة الهجمة المعمارية الجديدة ترميمه ممنه هايين رح يكون مكلف كتير ومش حيال له حدا قادر يعمله يعني بدك تكون عم تحط له باجت كتير كبير وبس تفكر هيك بدك ترجع تفكر انه يا ترى انت اذا حطيت هذا المشروع قادر يرجع بهذا الوضع للبلد قادر يكون مربح لألك اصحاب هذه البيوت واصحاب هذه الاراضي عم بتهد كرمال اكيد الربح طبعا لانه مش عم يطلع محلم شريعة صغيرة عم يطلع في شريعة كتير كبيرة يعني هي المصاري اللي عم تغير هذه الواجهة اذا بدك لبيروت تتناقص اعداد الابنية التراثية القديمة عاما بعد عام في بيروت قيمتها المعنوية والمادية الكبيرة حسب خبراء اقتصاديين لا تكمن في قدمها او طرازها المعماري انما في موقعها وارتباطها بارتفاع اسعار العقارات في العاصمة بشكل عام اليوم الابنية اللي تصنف اثريا ببيروت لا تكاد تلمس الالف نسبة الاستثمار فيها منة كتير مقارنة بالابراج اللي عم بتصير عم بيبيعوها عم بيروحوا بعمروا محلة ابراج مرتفعة فيها كتير طوابق وفيها كتير شقاء الاستثمار فيها اكبر من الاستثمار بالابنية وصاحب العقار ما معه تحدي الكبير اليوم امام صاحب العقار الاثري انه منه مليء ماديا بيلجأ لبيع هذا العقار بدل ما يروح يرممه ويرجع يحسن فيه فهذا شيء بخسره الاقبال على شراء العقارات القديمة يستثمر غالبا بانشاء مطاعم ومؤسسات سياحية واحيانا اخرى يرتبط بتموحات توسعية في ظل غياب اي دعم حكومي ورسمي لحمايتها يجهد اصحاب الابنية القديمة في بيروت للحفاظ على ما تبقى من طابع معمري وتراثي لابنيتهم في مواجهة هجمة المستثمرين واصحاب رؤوس الاموال السعين لشرائها وهدمها وبناء ابراج ضخمة في مكانها وهذه الابنية رغم محاولات ترميمها لا تقوى على الصمود امام هجمة الابنية الحديثة وما تضره من اموال ضخمة على مالكيها سلمان عندارس كاينيوز عربية بيروت الى اخبار السوق العقاري في لبنان عموما حيث اكدت جمعية منشئي وتجار الابنية ان المطورين العقاريين عمدوا الى تقليص عملية بناء الشقق التي تباع سنويا من 28 الف شقة الى 16 الف في العام وتفيد بيانات الجمعية بان مساحات الشقق المعروضة للبيع تراجعت من 250 مترا الى 90 و110 امتار في المشاريع الجديدة وقدمت البنوك تمويلات لشراء 9500 شقة سنويا عبر الاقتراض من المؤسسات العامة للإسكان ومصر في الإسكان والمؤسسة العسكرية للإسكان كما ان المغتربين لا يزالون يشترون الشقق بمعدل 1500 شقة سنويا وكما هو معروف تعتبر عقارات لبنان بين الاغلى ثمنا في المنطقة والسبب لا يعود فقط الى الطلب بل ايضا لقلة الاراضي المخصصة للبناء ويقول مستثمرون ان المساحات الصالحة للبناء باتت نادرة وهذا ما يجعل اسعار العقارات غير المبنية مرتفعة خصوصا في مناطق كبيروت وبعبدة والمتن وكسروان لكن مهندسون معماريون يشيرون الى ان ما يحصل هو هدم المباني القديمة وتشييد ابنية جديدة مكانها وليس بناء في مساحات جديدة ما يجعل الحديث عن ندرة الاراضي غير واقعي بعض الفاصل سينضم الينا من العاصمة اللبنانية بيروت الخبير العقاري وليد الخوري للحديث اكثر عن اتجاهات سوق ترميم العقارات القديمة وما تضيفه من قيمة الى سوق الاسكان عموما وعن احدث مؤشرات السوق العقاري في لبنان وكيف نعكس ذلك على اسعار العقارات الاخرى في المدن اللبنانية وفي مقابل المشاريع الخاصة بالترميم والنشطة في مدن كالبترون وجبيل وجوني تتناقص اعداد العقارات القديمة والتقليدية في مدينة بيروت في مقابل طفرة كبيرة لبناء ناطحات السحاب والابنية الشاهقة فمالكو هذه العقارات يعانون من صعوبات في ترميم المباني القديمة بسبب الاوضاع الاقتصادية وعدم وجودها من شربح كبير فيها ما يعرض الابنية المعمرية لخطر الزوال المزيد في التقرير التالي في هذا الفندق القديم القريب من ساحة الشهداء في قلب بيروت الذي ناهز عمره مائة عام يدير سلام مع والده شؤون هذا المبنى الذي تحول الى مصدر رزق اساسي للعائلة في الردهة الاساسية للفندق نقاش لا ينتهي عن كيفية استثمار هذا المكان والاستمرار في ترميمه في ظل صعوبات مادية واوضاع اقتصادية متردية الفندق الذي يرتاده نزلاء من بلدان اوروبية واجنبية يشتهر بقناطره وطابعه البيروتي التقليدي الا ان خوفا كبيرا يسكن العائلة من امكانية خسارته نتيجة الهجمة المعمارية الجديدة ترميمه ممنوه هين رح يكون متلف كتير ومش حيال له حدا قادر يعمله يعني بدك تكون عم تحط له بجت كتير كبير وبس تفكر هيك بدك ترجع تفكر انه يا ترى انت اذا حطيت هيدا المشروع قده قادر يرجع بهيدا الوضع للبلد قادر يكون مربح لقلك اصحاب هيدا البيوت واصحاب هيدا الاراضي عم بتهد كرمال اكيد الربح طبعا لانه مش عم يطلع محلم شريعة صغيرة عم يطلع شريعة كتير كبيرة يعني هي المصاري اللي عم تغير هيدا الواجهة اذا بدك لبيروت تتناقص اعداد الابنية التراثية القديمة عاما بعد عام في بيروت قيمتها المعنوية والمادية الكبيرة حسب خبراء اقتصاديين لا تكمن في قدمها او طرازها المعمري انما في موقعها وارتباطها بارتفاع اسعار العقارات في العاصمة بشكل عام اليوم الابنية اللي تصنف اثريا ببيروت لا تكاد تلمس الالف نسبة الاستثمار فيها منة كتير مقارنة بالابراج اللي عم بتصير عم بيبيعوها عم بيروحوا بعمروا محلة ابراج مرتفعة فيها كتير طوابق وفيها كتير شقاء الاستثمار فيها اكبر من الاستثمار بالابنية وصاحب العقار ما معه تحدي الكبير اليوم امام صاحب العقار الاثري انه منه مليء ماديا بيلجأ لبيع هيدا العقار بدل ما يروح يرممه ويرجع يحسن فيه فهذا شيء بخسره الاقبال على شراء العقارات القديمة يستثمر غالبا بانشاء مطاعم ومؤسسات سياحية واحيانا اخرى يرتبط بتموحات توسعية في ظل غياب اي دعم حكومي ورسمي لحمايتها يجهد اصحاب الابنية القديمة في بيروت للحفاظ على ما تبقى من طابع معماري وتراثي لابنيتهم في مواجهة هجمة المستثمرين واصحاب الأوس الأموال السعين لشرائها وهدمها وبناء ابراج ضخمة في مكانها وهذه الابنية رغم محاولات ترميمها لا تقوى على الصمود امام هجمة الابنية الحديثة وما تذره من اموال ضخمة على مالكيها سلمان عندارس كاينيوز عربية بيروت إلى أخبار السوق العقاري في لبنان عموما حيث أكدت جمعية منشئي وتجار الأبنية أن المطورين العقاريين عمدوا إلى تقليص عملية بناء الشقق التي تباع سنويا من 28 ألف شقة إلى 16 ألف في العام وتفيد بيانات الجمعية بأن مساحات الشقق المعروضة للبيع تراجعت من 250 مترا إلى 90 و100 و110 أمتار في المشاريع الجديدة وقدمت البنوك تمويلات لشراء 9500 شقة سنويا عبر الاقتراض من المؤسسات العامة للإسكان ومصر في الإسكان والمؤسسة العسكرية للإسكان كما أن المغتربين لا يزالون يشترون الشقق بمعدل 1500 شقة سنويا وكما هو معروف تعتبر عقارات لبنان بين الأغلى ثمنا في المنطقة والسبب لا يعود فقط إلى الطلب بل أيضا لقلة الأراضي المخصصة للبناء ويقول المستثمرون أن المساحات الصالحة للبناء باتت نادرة وهذا ما يجعل أسعار العقارات غير المبلية مرتفعة خصوصا في مناطق كبيروت وبعبدة والمتن وكسروان لكن مهندسون معماريون يشيرون إلى أن ما يحصل هو هدم المباني القديمة وتشييد أبنية جديدة مكانها وليس بناء في مساحات جديدة ما يجعل الحديث عن ندرة الأراضي غير واقعي بعض الفاصل سينضم إلينا من العاصمة اللبنانية بيروت الخبير العقاري وليد الخوري للحديث أكثر عن نتجهات سوق ترميم العقارات القديمة وما تضيفه من قيمة إلى سوق الإسكان عموما وعن أحدث مؤشرات السوق العقاري في لبنان أرحب بكم من جديد إلى حلقة اليوم من برنامج مساحات لنتحدث فيها أكثر عن نتجهات سوق العقارات القديمة في لبنان وما تضيفه لسوق الإسكان وبالتالي للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا من بيروت الخبير العقاري سيد وليد الخوري أهلا بك معنا عبر سكاي نيوز عربية سيد وليد هناك بعض الاتجاهات المختلفة في لبنان فمثلا في العاصمة بيروت الاتجاه الأكبر هو لهدم الأبنية التراثية القديمة واستبدالها والاستغادة عنها بأبنية شاهقة وشقق وفي مناطق أخرى ساحلية كالبترون جبيل وحتى في جونيا على الساحل هناك عدة أسواق ومناطق أثرية وتراثية تم ترميمها والاستفادة من جمالها التاريخي لماذا برأيكم هذه المفارقة داخل لبنان؟ أهلا وسهلا فيك أول شيء لمعلمات الناس أنه من أصل عشرين أقدم مدينة بالعالم أربع من هالمدن هن في لبنان اللي هن صيدة وصور وبيروت وجبال وللأسف من أصل الأربعة تلاتة مهملين جدا ما في غير جبال شوي حافظت على تراثة وطبيعتها أما في بيروت في هجمة يعني البيوت القديمة الجميلة التراثية على باب الانقراض للأسف لعدة أسباب بسبب الفساد بسبب الربح السريع المادي يعني قبل الحرب يقال تقريبا كان في حوالي 1400 بيت قديم وبيروت من أجمل بدن العالم كانت يعني تحتوي على من أجمل البيوت من أحسن نوع يعني من الأرميد والحجر والبناء والجنينات الحلوين كانوا فيهم هلأ خلال العشرين سنة حرض صمد معظمهم يعني هالبيوت اللي صمدت الحرب الأهلية والأزايف والطيارات مش عم تقدر تصمد قدام الربح المالي والكونستركتورز يلي عبلقوا 100 ألف حجة تيهدمون تيطلعوا محلهم طاور وموز يعني لما السواح بدي يجعوا على لبنان ما رح يجعوا يزوروا الطاورز والموز رح يجعوا يشوفوا الطابع بيروت القديم وكذا للأسف هالبيوت موجودين بمنطقة الأرض اللي قاعدين هالبيوت غليت كتير وترميم هالبيوت بيكلف كتير غالي مفروض الدولة تكون عم تساعد بترميم وتحمي لكن ما في قوانين ما في شي سابت في حراك مدنع بيعملوا مستحيل تيجروا يحافظوا عليهم لكن المجهود كتير خفيف وهنا على وشك الانقراض من الأسل 1400 بيقولوا ببيروت بعد فيه حوالي 300 بيت فقط وهنا بيحاج لترميم وهنا بخطر أنه الأبراج والكونستركتر يلاقوا مئة حجة تيخدوهم ويطلعوا منهم الناس ويهدمون تيبنوا محلهم أمور أبراج مربحة أكتر لكن هلأ أنية لحالة السوق والرقود الاقتصادي وسوق العقارة النازية يمكن هيدا شوي تعطيه باب رحمة بوز لحماية هالبيوت لفترة معينة وإن شاء الله يصير شي شي عجيب بيشاغلي لحكومة تتحرك أو يصير شي يمنعه من زوال هالبيوت الحلوي اللي الباقي منه بس 300 واحد هلأ في غير مناطي نعم يمكن متل ما عم تقولي بجوني أو غير مناطي هو بشكل خاص المنطقة الأساسية هي جبال لسبب ما؟ بسبب البلدية بسبب شغل جماعات كثيرة جبال بشكل 80% حافظت على هالبيوت بتحميها ونشكر الله بس من أربعة أقدم مدن بالعالم في مدينة وحدة اللي هي جبال قدرت حافظت وحميتها للبيوت هذه المساحات القديمة التاريخية التي كما ذكرتم تتقلص في كثير من المدن اللبنانية لعدم الاهتمام بها ولكن ذكرت نقطة أساسية أن السوق العقاري حاليا متراجع قليلا هذا ما قد يهد من المشاريع التي تسعى إلى هدم البيوت القديمة واستبدالها بمجمعات سكنية أو تجارية حديثة لماذا يتراجع السوق العقاري حاليا في لبنان؟ نحنا كان يقولوا في لبنان دايما أنه من أمتين العقارات في لبنان سمعتوا أنها تراجعت لأنه في لبنان في سكرسيتي أوف لانز يعني ما في أراضي كفاية في طلب كتير والعرض قليل هذا صحيح لفترة طويلة كانت هذا الشيء مضبوط وحضرتك ذكرتي أنه هذا الشيء ليس كتير دقيق لأنه بكل بلدان العالم بيبقى مثلا بالمدن إلنه حق يعمل أبراج لكن أو مطلع برات المدينة كلها بتكون بيوت الشيء طابي أو طبقين ممنوع بناء الزونيك بيكون واطئ بكل المدن وكل المساحات اللي برات العاصمة لكن في لبنان بتروح إلى أماكن بعيدة برات العاصمة بتلاقي الزونيك 3090 و40 و120 يعني بيبنه 4-5-6 طوابي الزونيك العالي بمناطق كثيرة عودت عن النقص بالشقة والنقص بالعقارات هلأكيد الشقة بتنزل أسرع من الأراضي والعقارات بس إجمالا كانت ما تنزل وتصمد بجميع الأحوال لأنه كان فيه 3-parties كان عندهم كتير ديماند هن اللبنانيين عايشين في لبنان واللبنانيين عايشين في الخليج بشكل خاص لأن اللبنانيين عايشين في أستراليا والبرازيل أنجا بيحكوا عربي كان القوة الشارية هي اللبنانيين عايشين في لبنان واللبنانيين عايشين بالخليج والخليجيين هالثلاثة لا اللبنانيين اللبنانيين عندهم مصاري واللبنانيين بالخليج تغيرت الأمور سبب البترول وانخفاض الأسعار والخليجية لعدة الظروف ليست عم يشتروا فكانت 3-parties اللي هنا بيشتروا ليست عم يشتروا حاليا والمصاري اللبنان السيولي صحيح تفضل بقاء معنا قليلا لنستطلع بعض الأرقام المرتبطة بالسوق العقاري في لبنان وقد أظهرت نتائج مؤشر بنك بيبلوس للطلب العقاري في لبنان تراجعا في الربع الأول من هذا العام بنسبة 12.5% مقارنة بالربع الرابع من عام 2015 وقد ظهرت تداهور في الطلب على الوحدات السكنية في الفصل الأول من عام 2016 من خلال إجابات اللبنانيين على أسئلة المسح التي تركز عليها نتائج المؤشر الخاص ببنك بيبلوس حيث أشار 4.8% من المواطنين المقيمين الذين شملهم المسح إلى أنهم ينون شراء أو بناء منزل في الأشهر الستة المقبلة وأظهرت نتائج المؤشر أن الطلب على المنازل من قبل المقيمين في بيروت كان الأعلى في الفصل الأول من العام وتبعه الطلب من قبل المقيمين في الشمال وجبل لبنان والجنوب والبقاع نعود إلى بيروت وضيفنا من هناك الخبير العقارية سيد وليد الخوري كما يشير أو تشير الأرقام قلة قليلة من اللبنانيين ينون شراء منزل في المرحلة القريبة وبالتالي هل سنكون أمام مزيد من الانحدار في أسعار الشقق السكنية برأيكم آخر ثلاثة شهر نحن على الأرض اختبرنا غير الأرقام اللي بتطلع على البنوكة اختبرنا أنه صار فيه نزول أو نخد سوق العقاري كتير آخر ثلاثة شهر بس وخاصة ببداية الربيع عادتا أن كل العقاريين بيونطر الربيع لأن الناس باش تشري بالربيع إجا الربيع حسينة بلشت الأسعار تنزل هلأني صمدت لفترة طويلة لأنه في لبنان الأصحاب العقارات يبقوا شوية عنيدين متشبثين أنه العقارات ما بتنزل هلأ بلش يخافوا بلش يحسوا أن لازم ننزل الأسعار وعن نختبر نزول بالأسعار متشور لليوم وأنا بعتقل الأسعار على نزول من هولا شي سنة سنة ونص وممكن نواجه نزول شي 25% شغلة ولا مرة اللبنان اختبرها بتاريخه بسبب عدة عوامل جايين كلهم مع بعضهم بسبب الانحطاط السياسي وشبه الشلل السياسي بسبب الحروبات بأربع بلدان حولينا بسبب ما في سيولة لب لبنان ولمع لبنانية اللي بره بسبب انخفاض سعر النفط بسبب حتى الكونسيومر برايتس اندكس حسب البنوك المركز ينزل 5% يعني الواحد اللي كان هذيك السينة يروح على السوبر ماركت يشري بمئة دولار عبل بره اليوم بده 95% تخيل الناس ما معتشري لدرجة أنه عم توفر حتى بأمور السوبر ماركت وبنفس الوقت الأسعار الفايدة بالبنوكة كتير عالية يعني عكس معظم بلدان العالم إذا اليوم الواحد بيشتريبات يأجروا العقل طبعه 3% إذا خلوا مصرياته بالبنك 6% يعني من دون أي مجازفة بقى مين رح ياخد يسحب مساري من البنك تيشري العقارات بقى كل هالعوامل مع بعض مش جايين على بلاكس ون واحد جايش عشرة بلاكس ون مع بعضهم على لبنان لأول مرة بطاريخ لبنان مش ناكل التشاؤم عم بزيل ومتوقعين أنه الأسعار تنزل بحوالي 25% وهون لسنة سيد وليد بالنسبة لقضية التمويل على صعيد مختلف عن موضوع أن أسعار الفوائد على الودائع في المصارف اللبنانية عالي ولكن القروض العقارية كيف هي فوائدها كيف هي تسهيلاتها هل هي مناسبة بالنسبة للمواطنين هل هي عادية منيحة منها كتير سيئة بس البنوكي صوروا شوي شوي عم ببلشوا شدوا لأن البنوكي هن شاعرين وحسين بدراساتهم أن الأسعار على النزول لذلك ما بهم بخافوا أنه يعطوا قروض لبيت حقه تنقل 200 ألف دولار ويكون هن بحسب دراساتهم رح يصير بعد حوالي سنة 150 ألف دولار قيمته بتنزل فإذا بدل ما الواحد يدفع 20% من قيمة الشقة طيعتوا قرض رح يفضوا 30 و40% فإذا هن كمان رح يشدوا الزنار شوي لأنه ما بهمهم يصل لوقت كتير ناس ما يقدروا يدفعوا ويصير على عتقهم عندهم كتير بيوت وإيمتها أقل من ما بكون عندهم حماية نوعا ما بل البنوكي شوي شوي عم بيشددوا معظم البنوكي ومش عم بيعطوا قروض بسهولة سيد وليد باختصار وفي سؤال أخير إذا كانت تشاؤم سيد الموقف على المدى القريب هل هناك تفاؤل للمدى البعيد ربما أو المتوسط بعد نزول الأسعار هل سنرى قفزة أو انتعاشة أنا أؤمن بذلك أنا كتير طبيعتي على طول متفائل خاصة بالأمور في لبنان والعكارات في لبنان بس في شي كتير التوقيت أمتين مرتبط بالظروف الأمنية اللي حوالينا الحروبات بالبلود حوالينا بالسعر النفط بالأوضاع السياسية حوالينا بالسياسية في لبنان في كتير عوامل كلها جاية مع بعضها مش ناك ما في شي على يعني بوقت قصير يعني عندنا على قليل سنة أو سنة ونص ننطر نتأمل أن الأمور تتغير شكرا لك الخبير العقاري من بيروت وليد الخوري على هذه المشاركة معنا بهذا وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج مسحات شكرا للمتابعة نلتقي سويا الأسبوع المقبل اشتركوا في القناة